بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الحضورة، الله يعطيكم العافية وأبارك للجميع والوطن بمرور خمسين عام على تأسيس الجامعة الأردنية التي تجسد مسيرة بناء وعطاء مستمر سام فيها كل الأردنيين لكل عزيمة وإصرار على مواجهة التحديات وبناء الأردن الحديث القادر على مواكبة العالم ومعطيات العصر الحديث الحسين رحمة الله عليه كان يؤمن أن الاستثمار في الإنسان الأردني هو أعظم استثمار ولذلك ركز اهتمامه على التعليم وكان تأسيس هذه الجامعة قبل خمسين عام يشكل تحدي كبير ولكن إرادة الحسين وعزيمة الأردنيين كانت أقوى من كل التحديات والصعبات ما وصلت إلي الجامعة اليوم من سمعة طيبة ومستوى رفيع وما تحقق على صعيد النهو بمسيرة التعليم العالي يدعونا جميعا إلى الفخر والاحتزاز بهذه الجامعة وكل الشكر والتقدير والعرفان للعواد الأوائل من الأسادذة والباحثين والإداريين واللي عملوا بمندهى الإخلاص والتفاني حتى وصلت هذه الجامعة إلى ما هي عليها اليوم قناعتي الراسخة أن الشباب هم المحرك والدافع الرئيسي للعملية التنموية وأن الشباب هم وصلة التنمية وغايتها ولذلك يجب أن نستمر في الاستثمار في الشباب من خلال التعليم والتدريب وتزويدهم بالمهارات والخبرات حتى يظل الشباب الأردني على درجة عالية من الإبداع والتمييز من جهة ثانية دور الشباب يجب أن لا ينحصر داخل الجامعة والمؤسسات التعلمية الأخرى وإنما يجب استثمار طاقاتهم وواجباتهم في إحداث التغيير الإيجابي في كل ميدين العمل والمشاركة في الحياة السياسية التي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار لبناء المستقبل الأفضل لهم وللأجيال القادمة ومطلوب من الجامعات الأردنية كلها أن تركز على نوعية ومستوى التعليم العالي وأن لا يقتصر عملها على الجانب الأكاديمي والتعليمي وإنما عليها مسؤولية تشكيل الوعي الثقافي والديمغراطي وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتشجيعكم أنتم الطلاب على المزيد من الإبداع والتميز والعمل التطوعي وتكريس ثقافة الحوار والقيم الديمغراطية واحترام الرأي الآخر في السنتين الماضيتين أنجزنا إصلاحات سياسية كبيرة وإحنا الآن مقبلين على إجراء الانتخابات النيابية وين دركوا أنتم الشباب في هذه المسيرة الإصلاحية الكبر الشريحة الأكبر في هذا المجتمع هي أنتم الشباب ومن حق الأكثرية بل من واجبها قيادة المسيرة وإحداث التغيير المطلوب والسؤال المطروح الآن كيف يمكن أن تشاركوا أنتم والشباب في المسيرة وصناعة القرار والجواب من خلال نشر الوعي بأهمية التغيير وتحديد المشاكل والتحديات التي تواجهكم ومناقشتها ضمن حوار بطني مع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية لإيجاد الحلول لها ضمن برامج يتم التصويت عليها في الانتخابات النيابية القادمة من الأسئلة التي يجب أن تطرح بهذا الحوار على الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحين على سبيل المثال كيف سنعالج مشكلة البطالة وإيجاد فرص العمل كيف سنضمن اعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة والمساواء في الحصول على فرص العمل والفرص الاقتصادية الأخرى بعيداً عن الواسطة والمحسوبية كيف سنعالج مشكلات العنف في الجامعات ومن خلال الإجابات الواضحة والواقعية على هذه الأسئلة وغيرها يتم اختيار النائب الأفضل والقائمة الوطنية المثلة وبذلك يكون صوت الشباب موجود ومؤثر في صناعة القرار وتغيير الواقع نحو الأفضل وعليكم أنتم الشباب مساءلة المجالس النيابية القادمة والحكومات البرلمانية التي تنبثك عنها وعن مدى التزامها في تنفيذ برامجها الانتخابية وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي بتعاني منها أعلم أن أكثر ما يشغل بال الشباب هو البحث عن فرصة العمل التي توفر الحياة الكريمة والآمن لهم وهذا التحدي ليس مقصورا على الأردن وكل دولة تتبنى السياسات التي تناسب إمكانياتها ومواردها وظروفها الخاصة بالمقابل مطلوب من جامعاتنا أن تتبنى سياسات وبرامج جديدة تعتمد أفضل المعيير والممارسات العالمية في المنطقة وفي العالم وأن تصمم برامج التعليم العالي والمهني والتقني بما يتناسب مع متطلبات العالمة وسوق العمل بالإضافة إلى إيجاد بيئات عمل تعاونية ومستمرة بين مؤسسات التعليم العام والمهني والعالي من جهة والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المادني من جهة واخرى عندما نتحدث عن إيجاد فرص عمل جديدة فهذا يعني ثلاث خيرات التوسع في القطاع العام مع ضرورة الحفاظ على مستوى الكفاءة ونوعية الخدمات في ظل هذه الظروف المالية الصعبة أو دعم القطاع الخاص من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة أو تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين الشباب من خلال تأسيس مشاريع ريادية وإبداعية مستقلة الظروف التي نعيش اليوم ليست جديدة ولا غريبة علينا فالأردن منذ أن تأسس وهو يعاني من محدودية الموارد والإمكانية ووجوده في وسط إقليم يعاني دائما من عدم الاستقرار ولكن الودنيين تمكنوا بعزمتهم وتضحياتهم من الانتصار على الظروف الصعبة وبناء هذا الوطن الذي يشهد له القاسي والداني بإنجازاته الريادية والنوعية وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقيام بدوره القيادي والمتميز في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية إنما تحقق من إنجازات في مسيرة الأردن الإصلاحية ما هو إلا حلقة أولى من حلقات الإصلاح وقاعد صلب له ونجاح ذلك كله يعتبد على وعي المواطن الأردني الذي يجب أن يشارك مشاركة فعلية في العمل السياسي والحزبي للوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية التي تمكن المواطنين من القيام بدور أساسي ومباشر في عملية صنع القرار من خلال اختيار الأكثر والأجدر لمن يمثلهم في البرلمان القادم وبحجم المشاركة والاختيار الأمثل يكون التغيير شكراً شكراً وبالمناسبة أطلقنا اليوم مبادرة للتنمية الدموقاطية تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتعزيز قيم الحوار وتشجيع المشاركة المدنية وتحقيق التنمية السياسية المستدامة من خلال التركيز على تمكين الشباب لذلك مطلوب مننا جميعاً أن نكون على مستوى المسؤولية ومستوى التحديات اللي يمر بها وطننا العزيز عندما نسأل من هو الأردني الجواب هو الأردني هو الذي يعتز بهوية الأردنية وبانتماء الحقيقي لهذا الوطن والأردني هو الذي يقدم مصلحة الأردن على كل المصالح والأردني هو الذي عندما يمر الوطن بظروف صعبة أو استثنائية يسمو بكرامته وانتماءه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية ويقف إلى جانب الوطن في مواجد كل التحديات والأردن هو الذي يقوى بالوطن ولا يستقوى عليه ولا ينتهز الفرص للتحريد عليه والأردني لا يقبل بأي أجند إلا إذا كانت مرتبطة بطراب الأردن وتضحيات الأردنيين وطموحاتهم الأردني هو الذي يقيس ثروة حقيقية بمقدار ما يقدم من عطاء وتضحية وإنجاز وليس بمقدار ما يملك من مال أو جه الأردني هو الذي ينظر المستقبل وعمل التحديث بعزم وإصرار ويستمد القوة والثقة بالمستقبل من إيمان بالله عز وجل ومن اعتزازه بتاريخه وتراثه وقيمه الأصيلة الأردني هو الذي لا يقبل بالفشل بل يتحدى مستحيل وينتصر عليه أن نكون أردنيين معناها أن نعمل معا يدا بيد لتعظيم الإنجازات وأن نؤدي واجباتنا تجاه وطننا وأن نحرب التطرف بجميع أشكاله فالمواطنة والانتماء هي ما نقدم لهذا الوطن وليس ما نأخذ منه وفي الختام كل الاحتزاز والتقدير لهذه الجامعة التي نفتخر بها وسنواصل دعم مسيرتها لتمكينها من آداء رسالتها النبيلة ودورها في النهود بالإنسان الأردني وبناء المستقبل المشرق والله يعطيكم العافية وشكرا ترجمة نانسي قنقر